أهلا بالجمهور الكريم من فترة بسيطة طلب مني الدكتور أشرف عزمي مقدم برنامج عبر الكتاب على قناة الحياة تحية له طلب لقاء مباشرا على برنامجه ردا على داعية يد داعي أن مخطوطات القرآن القديمة أفضل حال بكثير من مخطوطات الكتاب المقدس وقد قدمت نظرة سريعة على إشكاليات المخطوطات القرآنية القديمة التي لا تختلف عن مخطوطات التناخ والإنجيل فيما يخص أخطاء النصخ التي تنتج عن السهو والنسيان وقد قدم هذا الداعية على سبيل المثال خطأ يقع عادة في معظم المخطوطات وهو من نوع الأخطاء الناتجة عن تكرار كلمة كما ورد في مخطوط طبقاب سراي HS44-32 وهذا الداعية لا يذكر أرقام المخطوطات العلمية فمثلا يقول مخطوطة طبقابي وهو لا يعلم أو ربما لا يعرف أن في متحف طبقاب سراي آلاف المخطوطات من القرآن فأي واحدة منها فأول درس نتعلمه فيما يخص المخطوطات عامة ذكر أرقامها العلمية ففي زيارة الميدانية لمتحف طبقاب سراي وسؤالي عن مخطوط HS44-32 كانت الدكتورة سهيلة مرات رئيسة قسم المخطوطات في هذا المتحف جد مصرورة لوجود طالب وباحث من المغرب يتحدث بلغة المادة وبهذه المناسبة أشكرها على الإشراف والمساعدة لدراسة هذا المخطوط بالذات يقول هذا الداعية تكررت كلمة وكل مرتين في الصفحة 5 وهذا يعني أنه ينقل كلامه من كتاب بعنوان المصحف الشريف المنسوب لعثمان بن عفان نسخة طبقاب سراي وكان عليه أن يقول هذه الكلمة تكررت في الرقعة 5 ريكتو بيرسو أو وشو دهر لمخطوطة HS44-32 ففعلا هذه الكلمة أي كولو من صورة البقرة الآية 57 تكررت سهوا من الناسخ وليست مهمة وتسمى بلغة علم المخطوطات ديتوغرافي وهذا النوع شائع جدا في المخطوطات التي لا تخضع لنظام صارم كنظام السفريم وقد ذكرت هذا المثال بالذات في كتاب مخطوطات القرآن الصفحة 188 فما قدمه هذا الداعية لا يرقى إلى تحليل علم دقيق على مستوى علم المخطوطات بل قدم لنا مشاعر وخواطر رجل مؤمن بالقرآن على أنه كتاب منزل من عند الله كلمة كلمة حرفا حرفا ولم يقع فيه أي تغيير في النقل من فم الرسول محمد إلى الصحابة والتابعين إلى يوم الدين معتمدا في إيمانه كباقي المسلمين على الآية التي تقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ كما جاء في صورة الحجر نفسها الآية 9 فرغم أن الذكر في القرآن يعني التوراة بحسب الآية 105 من صورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون إلا أن معظم المسلمين يعتقدون أن الذكر هو القرآن لأنه مذكور كذلك في نفس الصورة صورة الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون الآية 6 ولكن معظم هؤلاء المسلمون لا يعلمون أنه موجود في أقدم مخطوط للقرآن إلى اليوم وهو طرصنعاء دي آم سفر واحد شرطة 27 نقطة واحد وبحسب المختصين كالدكتورة إليزابيت بوين والدكتور بحنام سدغي والدكتور محسن جدرازي وجدوها فقالوا يا أيها الذي أنزل عليه القرآن إنك لمجنون وليس الذكر وهنا يتبين أن النساخ أبدلوا كلمة القرآن بالذكر لسببين الأول نفي تهمة الجنون عن الرسول وأن ما أتى به محمد هو نص مقدس من عند الله موجود في الصحف الأولى كما ورد في الآية 19 من سورة الأعلى والسبب الثاني للقول بأن هذا النص أي القرآن لم يتغير ولن يتبدل في المستقبل لأن الله عز وجل هو الذي يصهر على حفظه من التغيير والتبديل ويصبح بذلك نصا قانونيا لا تؤثر عليه حرق مصاحف الصحابة والاختلافات التي قيلت فيها ويصبح بذلك كتابا مقدسا للمسلمين كالإنجيل عند النصارى والتوراة عند اليهود فمن الممكن أن يرد أي مسلم فيقول القرآن كان محفوظا في الصدور قبل جمعه في مصحف كما ذكر هذا الداعي نفسه وهذا القول يردد دائما دون فحص أو تمحيص فلو كان كذلك لكان المسلمون يحفظون القرآن بحسب النزول أي بحسب التتابع الزمني بحسب كرونوليجيته ولو وجدنا فاتحة القرآن هي صورة إقرأ وليست صورة الحمد طبعا الجواب على هذه المعضلة جاهز عند أحباء المسلمين حين يقولون بأن النبي كان يشرف بنفسه على وضع كل آية في مكانها الذي أمر الله من خلال جبريل وضعها كما هي الآن في المصحف في هذا القول مغالطات عديدة أولا الرسول بحسب الرواية الإسلامية هو رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة كما توحي بذلك الآية 158 من صورة الأعراف فبغض النظر عما يعنيه سياق الآية والتفسير الفيلولوجي فكيف للرسول وهو أمي أن يضع آية نزلت بمكة في زمن مكة في صورة مدنية لم يأتي وقتها بعد على سبيل المثال فصورة الحج هي صورة مدنية بحسب علماء الإسلام وفيها أربع آيات مكيات منها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلى قوله عقيم الآية 52 إلى 55 ومن جهة أخرى إذا كان الرسول هو الذي ندم ترتيب الآيات القرآنية بنفسه كما يروى فكيف للصحابة إذن أن يختلفوا على مصاحف عديدة أشهرها مصحف عبد الله بن مسعود وكذلك أبي بن كعب ومصحف علي بن أبي طالب وغيرهم فلو كانت إمكانية الحفظ والقراءة من الصدور لما أحرق الخليفة عثمان بن عفان مصاحف بعض الصحابة ولا قام الحجاج بن يوسف التقافي بغلي آخر نسخة من مصحف عبد الله بن مسعود في الزيت أيام الخليفة عبد المالي بن مروان وهنا نقطة أخرى نبهني إليها صديقي الأستاذ إحسان عبد الرب تحية له وهي إذا كان القرآن قد رتبه الرسول عن نحو الذي وصلنا فمعنى ذلك أن الرسول هو الذي قام بجمعه وليس الصحابة وهنا يترتب على هذا الطرح بالضرورة تساؤل آخر وهو ما قيمة الروايات جمع القرآن على اختلافها إذا كان الأمر قد تم بهذا الشكل وهذا السؤال نوجهه بدورنا لكل من يؤمن بهذه النظرية نكتفي بهذا القدر وسوف نقدم في الحلقة القادمة أخطاء تدل على عدم حفظ القرآن في الصدور في بداية الدعوة المحمدية شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر